ثروة السوداء نقمة على العراقين والبصريين هكذا وصف محهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى غياب رعاية الصحية الكافية الواجب تأمينها للمواطنين من جانب الحكومة رغم ميزانيتها المالية القياسية وعدم إلى الاهتمام اللازم بالوقاية البيئية التي تحمي سكان المناطق التي تشهد نشاطا متصاعدا في استخراج النفط المحهد الأمريكي عدى النفط العراقي نعمة للسياسين ونقمة لسكان البصرة الذين يعيشون بالقرب من المواقع النفطية ويشكون من ارتفاع معدل الإصابة بالأمراض السرطانية وأمراض الجهاز التنفسي والعصبي مع ندرة الأدوية وفقر الرعاية الصحية في القطاع العام وهما يجبر المرضى على السفر إلى الخارج وإنفاق ما يصل إلى 6 ملايين دولار أمريكي شهريا لتلقي العلاج ما يساعد ذلك على هدر الأموال العامة وتوجيهها نحو الخارج محهد واشنطن اتهم الحكومة بحجب أي معلومات أو بيانات توضح أعداد المرضى بالسرطان مشيرا إلى أنها تقوم بمعاقبة من يصرح بأية معلومة إلى وسائل الأعلام مضيفا أن التكلفة البشرية تأتي كإضافة للخسار الكبيرة التي تلحقها صناعة النفط بالبيئة التي تأنت تحت وطأة الفساد المستشري مخلفا وراءه كارثة تهدد صحة وحياة الأجيال المقبلة المحهد الأمريكي بيّن أن الحكومة أعلنت عن زيادة الانتاج وحالة عدد من الحقول النفطية إلى مناقصات لصالح شركات نفط كبرى من دون مراعاة للمعايير الصحية والإنسانية والبيئية كما هو الحال في حقل الرميلة في البصرة الذي ينتج نحو 40% من إجمال النفط في العراق والذي يمثل أسوأ حقول النفط في العالم في حرق الغاز المصاحب وتسرب الغازات السامة إلى الهواء بحسب المحد وختم محهد واشنطن بأن الصمت الحكومة تجاه ما يحصل من كارثة صحية وبيئية بسبب النفط رغم الموازنات المليارية الضخمة المعتمدة على الريع النفطي غير النظيف بات يفاقم من معاناة العراقيين ويحاول استفادتهم من الثروة السوداء إلى نقمة